اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نحتاج الحقيقة إلى أن نقف مع بعض الوسائل المعينة على طلب العلم في هذا الزمن خصوصا الحمد لله لابد من نية صحيحة صافية لابد من قصد وجه الله عز وجل لابد من الإخلاص أولا ثانيا التسلح بالهمة العالية نشحذ هممنا من النظر إلى سلفنا نعم ونجد في الواقع من القدوات من يعين على ذلك يعني فيه ترى من ناس من يقرأ الآن فيه من يقرأ تسع ساعات في اليوم أنا أعرف ناس تقرأ تسع ساعات في اليوم ماشا الهمة العالية شوف هذه النساء مرى في المطبخ تشتغل لكن مشغل المسجل مشغل الأشرطة مشغل وهذه الترى التقنية الحديثة والم بي ثري والم بي فور أشياء ستساعدنا وحمل وحط في شغل جهاز على ولاعت السيارة هذه تلتقطها عن طريق الاف ام وتسمع وساعات صارت وسائل التخزين اللابتوب هذا اثنين فيها ذاكرتين الآن تيرابايت يعني مخازن هائل للمعلومات الإنسان إذا صار عنده علو همة فإنه بعد ذلك سيصل إلى يعني مراتب عالية جدا وإذا كان يعتقد أنه لا يحل لا يحل له أن يضيع ساعة من عمره دون فائدة خرص إذا ما حضر درس ما سأل فإنه يستمع إذا ما استمع فإنه وهو منطرح على فراشه مذاكر فهو يتفكر ويتأمل ويتدبر وهو شغوف بطلب العلم لو واحد في الثمانين تجد عنده روح شاب عشرين في هذه القضية يقول من القيم يقول من القيم أعرف من أصابه مرض من صداع وحمة كان الكتاب عند رأسه فإذا وجد إفاقة قرأ فيها فإذا غلب وضعه ولعله يعني نفسه رحمه الله المنشغل هذا عنده حلاوة حلاوة الانشغال بطلب العلم يعني ولابد من تعب ما في شيء اسمه يعني والله ملعقة أو حقنة ومن رام العلوم بغير كد سيدركها إذا شاب الغراب عزمان إن شاء الله متى رأي شيء بالغراب كل الناس عندهم 24 ساعة في اليوم لكن طلاب العلم يبارك لهم بحسن نيتهم ويسهل الله عليهم أنه في عندنا وعد من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له في تسهيل طريق إلى الجنة وتسهيل العلم ولقد يسرنا القرآن للذكر هذا خبر من الله عز وجل يسرنا فإذا عزم فعل اشتهد سيصل لنتيجة صوصنا شيخ محمد أيضا إذا استشعرنا في آيات الله عز وجل عندما يقول الله عز وجل وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا أيضا تطبيق هذه المسألة في كسب العيش في النهار والتفرغ مثلا للطاعة والعبادة في الليل تحقق لنا من هذا الجمع بين هذه الأمري يعني الله قال عن المنافقين يبيتون ما لا يرضى من القول في التفسير يجتمعون في الليل ليتآمروا يكيدوا لأهل الإسلام ليش الليل يخفيهم وأيضا قالوا الليل في تركيز الفكر والهدأة أو الخاطر والاجتماع القلب طب إذا كان أولا المنافقون يجتمعون لهذا طيب ألا يجدر بأهل الإسلام أن يغتنموا الليل طبعا إيش عن الليل ما يعني أنه خلاص الواحد يعني يضر بصحته ولا يخربط النوع لا ولكن الآن السهر حاصل في أشياء كثيرة فليكن شيء منه في طلب عنه ولو نام أول الليل ممكن يستيقظ قبل الفجر كما هو الوضع الطبيعي الإسلامي الفطري الشرعي أنه ينام أول الليل يقوم آخره خلاص ممكن هنا في آخر الليل تجتمع يعني يجتمع عنده الذهن والقلب ويتواطأ اللسان مع القلب لكن المسألة تحتاج إلى همة تحتاج إلى تعب قال إبراهيم الحربي أجمع وقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم ومن آثر الراحة فاتت الراحة كان الواحد يرحل شهر ويرحل كذا ويطارد وراء حديث وراء تفسير آية يعني إذا بدأ الإنسان يتذوق اللذة خلاص فتح الباب فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوا ولا دنيا بزخروفها فتنت ولا أنهاك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفت فقوت الروح أرواح المعاني أرواح المعاني معاني كتاب السنة وليس بأن طعمت وأن شربت ولذلك السلف لما ذاقوا حلاوة العلم قيل للشافعي كيف شهوتك العلم قال أسمع بالحرف مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسمع أن تتنعم به كما تنعمت به الأذنان قيل له كيف أرسك عليه قال حرص الجموع المنوع في بلغ لذته للمال فقيله كيف طلبك له قال طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره عالم تشتغل وذاك جابت نتيجة هذه علومهم وهذه كتبهم شاهدة على ما أبدعوا في سنوات أعمارهم من استثمار الوقت في مرضات الله هناك مشكلة شيخ محمد عند بعض الناس وهي مسألة ترتيب الأولوية يعني ربما يجد أو يعجز عن ترتيب ما هو أهم لما يقل عنه في الأهمية فينتج عن ذلك الخلط في هذه الأمور وينتج أنه ربما يعني أعطى أمرا أكثر من حقه وفرط في أمر أو كان يجب أن يعطيه حقه من الاهتمام طبعا هذا لماذا الواحد يجب أن يكون له شيخ ليدله لابد يكون له يعني مرجع شرعي وشيخ ومربي ومعلم هذه قضية الخبرة هذا دور هنا الخبرة تلعب ذلك المسلم أو الطالب يعني طالب العلم لابد أن يسأل نعم وياخذ الأهم وإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل فأبصر أي شيء تحمله فإذا علمت بأنه متفاضل فأشغل فؤادك بالذي هو أفضله العلم كالبحار المتعذر كيلها والمعادن التي لا تنقضي فاشتغل بالمهم العلوم خمسة علم هو حياة الدين وعلم التوحيد وعلم هو أقوت الدين وهو العظة والتذكر لازم يكون فيه مواعب وعلم هو دواء الدين وهو الفقه وعلم وهو داء الدين وهي الأخبار أخبار الوقيعة يعني بين المتقدمين وإشصار من الفتن والانشغال بها وعلم هو هلاك الدين كما يقولون علم الكلام والفلسفة والآن يراد يعني طبعا هناك من ينادي بالرجوع إليه في ضمن الإسلام الجديد الذي يريدون التسويقه العودة مرة أخرى لنبش قضية علم الكلام والفلسفة الشيخ العثمي رحمه الله كان له أبيات لطيفة يقول فيها وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة لكن في أصوله تسهيلة لليله فاحرص تجد سبيله اغتنم القواعد الأصولة فمن تفته يحرم الوصولة هذه قضية القواعد المسائل الكبار يهتم بعلم التوحيد يهتم بالتفسير معاني القرآن ومعاني الحديث النبوي لأن العلم قال الله قال رسوله هذه أولويات